وننتقل إلى الرياض أستاذ محمد الميموني المحلل المالي ينضم إليه لإغلاقات السوق السعودي أهلا بك معنا أستاذ محمد واليوم نتائج إيجابية بالنسبة لسابق فقط التوقعات ورغم ذلك لم نرى أي ردة فعل حقيقية من قبل السوق سوى السهم الذي تحرك بارتفاعات 5 في 100 كيف نفسر عدم ردة فعل السوق وارتفاعاته على هذه النتائج؟ لو رأينا من الناحية الفنية نجد أن السوق سبق الخبر بمعنى أن السوق تفاعل بشكل جيد قبل إعلان النتائج السابق في الأيام الماضية تلست يوم الأربعاء ويوم الخميس الماضي لاحظنا عملية دخول سيولة قوية أو دخول فرص انتهازية في السوق بمعنى أن السوق كان لديه توقعات أن النتائج السابق ستكون إيجابية لذلك سبق المتداولين الخبر وهو إعلان النتائج السابق النتائج السابق جدا كانت عالية جدا وفوق المتوقع حيث كانت المتوقع في حدود الأربع مليار إلى أربع مليار ونصف ولكن كانت النتائج فوق ستة مليار ريال سعود بمعنى أن أعلى من المتوقعات فمن الطبيع أن يكون حدث عملية تفاعل إيجابي ولكن ما حدث الآن من عملية تفاعل سربي هي نتجة ما يحدث في الأوضاع الأسواق العالمية من تراجع أسعار النفط دون مستوى 50 دولار أيضا لا نغفر عن ما يحدث في منطقة السوق الصيني من عملية تراجع في الاقتصاد الصيني الذي يعتبر البيج كاستمر في منتجات البترو كيميكل فهذه عوامل سامت في الضغط على المواشر العام والسوق بكاملة لاحظنا عملية الضغط هي التي كانت في قطاعين هو قطاع البنكي وقطاع البترو كيميكل فقط بينما القطاعات الأخرى أبدأت عملية التماسك مما يدول على أن هناك أكثر الأسهم وأكثر قطاع تتداول دون القيمة العادل مما يفسر عملية التماسك عودة السيولة فوق الخمسة مليار هي بسبب عودة المتداولين من بعد الإجازة رمضان وهذه تعدث عملية ارتفاع في السيولة لكن بشكل تدريجي طيب يعني عم نحكي هنا عن انخفاض تكلفة المبيعات بالنسبة لسابك سيد محمدية التي دعمت هذا الأداء بالنسبة للربع الثاني لكن برأيك إلى أي مدى ستستطيع بالفعل السيطرة على تكلفة المبيعات لما تبقى من الأربع الباقية من هذا العام وإلى أي مدى التغيرات العالمية يمكن أن تعود وتؤثر على تكلفة مبيعات سابك لو رأينا السياسة التي تنتهجها سابك في عملية بيع المنتجات وعملية التوسع والانتشار نجد أن السابك لديها انتشار واسع في منطقة أوروبا ومنطقة أمريكا ومنطقة الصين أيضا لديها توسع وانتشار في منطقة شمال أفريقيا فهذا التنوع الانتشار والتنوع الجغرافي سوف يساعد سابك في عملية التماسك حتى لو حدث كما قال في البيان الصحفي الرئيس التنفيذي لو حدث عملية تراجع لما يتعرضوا لعملية تراجع أو عملية انخفاض في المبيعات في السوق الصيني بسبب قوة سابك وقوة منتجاتها لذلك لازم نميل أنه سوف يكون الربع القادم ربع جيد لسابك سوف تحافظ على وجودها في السوق في ظل تراجع أسعار النفط ويضا تراجع أسعار البتروكميك لأن سياسة التحفظية التي تقوم بها سابك في عملية حرصها الشديد في تكلفة المبيعات تعتبر عامل جدا إيجابي وجدا مطمن فدائما عندما تخفض الشركة تكلفة مبيعاتها وتحافظ على قوة مبيعاتها تعطي لها قوة استمرارية في السوق وفي استمرارية بيع منتجاتها بشكل متكرر أخيرا ربحية السهم يمكن لأول مرة عم نشوفها فوق الاثنين ريال بعد هذه النتائج ويمكن هي أول مرة عم نحققها مقارنة بالربع الثالث من 2014 كيف تنظر إلى هذه القفزة فوق اثنين ريال لربحية سهم سابك لو قررنا لأرباح المحققة التي حققتها سابق وقررناها في الربع المماثل من العام الماضي نجد أن في العام الماضي كانت أسعار النفط فوق المئة دولار بينما في الربع الحالي أسعار النفط دون المستوى الثماني بمعنى أن الشركة حافظت على الربحية في ظل تراجع أسعار النفط مما عطى لها هامش قوي ربحية السهم مقارنة بالربع المماثل نجد أنها ربحية جدا جيدة وجدا رائعة فقد انخفاض بسيط مقارنة بالفرقات السعرية في أسعار النفط لذلك تعتبر الأرباح التي حققتها سابق والتوزيعات النقدية تعتبر توزيعات جدا رائعة وجدا إيجابية وجدا حتى تبعث الطمأنينة على الشركات البترو كيميكل المشابهة في سابق طيب عم نحكي اليوم عن القطاع البنكي يمكن هو الذي ضغط أيضا على المؤشر بتراجعات بأكثر من 1% يمكن شفنا بعض القرارات التي صدرت مع نهاية هذا الأسبوع مؤسسة النقد قررت وضع ضمان بالنسبة للودائع في البنوك السعودية بقرابة 300 مليون ريال كيف سيكون أثر هذا القرار سيد محمد على القطاع البنكي بشكل عام وما هو إنعكاساته على هذه الودائع؟ لدينا في السعودية 11 بنك سعودي بشكل مساهمة عامة جميع هذه البنوك في السعودية لديها ملاءة مالية جدا جيدة وصلت إلى ملاءة بازل ثري أيضا ضوابط وصرامة مؤسسة النقد السامة في عملية الإقراض وعملية الاحتفاظ بالاحتياط النظامي أعطى ملاءة جدا قوية لقطاع البنكي لذلك نحن نميل أن البنوك اللازلت قوية لا تتعرض لعملية الإنكشافات وأيضا ما يحدث عملية ضوابط جديدة وعملية صرامة تعطي قوة ملاءة جدا للقطاع البنكي لاحظنا في نتائج الربع الحالي في القطاع البنكي نموء جدا إيجابي بنسب متتالية باستثناء بنك الراجح الذي أعلم عن تراجع بنسبة 5% ويعود السبب التراجع إلى انخفاض عملية دخل العمليات ولكن مجمل القطاع البنكي الذي لدينا في ملاءة مالية عالية جدا كان يقلق المتداولين أو المتعاملين في السوق وعملية الانكشاف في منطقة اليونان ما حدث في منطقة اليونان والسندات فلذلك تصريحات الوزير المالية عن عدم تعرض البنوك أعطى قوة لهذا القطاع أيضا تقرير تصدرته مواسس النقد عن الاستقرار المالي يعطي دلالة أن القطاع البنكي لدينا قطاع جيد وقطاع واعد والحمد لله بسبب ما يحدث من قوة وصرامة مواسس النقد ساما شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الميموني المحلل المالي كنت معي من الرياض